السلام عليكم اهلا بكم اعزائي طلبة اولاي اعدالي معكم ميستر حسني في حل كراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات اويك از اناف للعام الدرسي الجديد عشرين اربعة وعشرين الترمي الاول بيتش توينتي ايت صفحة تمانية وعشرين وده عبارة عن اسئلة تشوز اختياري مجمعة من كتاب للسودينت بوك والورك بوك اللي هو كتاب التطريبات وكتاب الشرح المدرسي وده اسئلة مهمة جدا ومتوقعة في الامتحان بالنسبة كبيرة بيقول لاختك تكون ايه بالنسبة للوالدين يبقى تكون ابنه دوتر ابنه ليه الوالدين اجروب اف بيبون مجموعة من الناس هو بلاي ميوزيك توجيذر بعزفوا موسيقى مع بعض اسكولد يبقى دولها يسمهم باند باند اللي هي فرقة موسيقى حازم اند حاتم ارس بيس حازم وحاتم يكون لوقت نكمل هما الاتنين اخوات وهما الاتنين عندهم 12 سنة يبقى يكونهم توينز يعني توأم بيقول لاخنا عارفين ان حان وقت الحصة القادمة او التالية لما بنسمع ايه بال بال اللي هو معناه الجرس اتبريك في الفصحة اي بلاي جيمز ويذ ماي فرندس ان داسبس انا بلعب العاب مع اصدقائفين في البلاي جراوند اللي هو ملعب المدرسة او حش المدرسة الاطفال في الولايات المتحدة بيروحوا المدرسة بالدراجة الجليدية يبقى travel to school يعني ينتقلوا الى المدرسة او يذهبوا الى المدرسة بعض الاطفال في مصر بيروحوا المدرسة اذا بكمل بايكس او فانتاستيك الدراجات بادم قال الدراجات بقى او ما يروحوا بالدراجة يعني يركب الدراجة السيارات والاوتوبسات والاوارب والقطارات دي وسائل ايه؟ وسائل من وسائل النقل بتبدأ باسئلة unit 3 الاسئلة على الواحدة الثالثة بيقول لي الطائر الصغير اللي لسه بيبي بيكون نقط تبا اكمل قال it cannot fly for many days ما يدرش يطير لمدة ايام يبقى هو ايه؟ ويق ضعيف بيقول لي عميت او خلتت اكون نقط عايز صفة ليها هي داما بتعطيني هدايا كبيرة يبقى اذا ان هي انسانة عطوفة قايند بيقول لي الشخص نقطة ولا بيها تاخذ قرار قرارات جيدة او قرارات صغيرة يبقى هو الشخص اللي هو ايه؟ الحكيم او الشخص العاقل بيقول لي المدونة هي تكون نقطة شخص بيكتب عليها بالنتظام يبقى هيكون ويبسايت اللي هو معناها موقع الالكتروني باسل باسل لانه لا يستطيع انه يمشي يبقى عنده كرسي متحرك دلوقتي اسئلة منتفور الوحدة الربع باسل طب اكمل عشان ارط قال لي ايه؟ انا هبعت لك واحدة من الصور الان يبقى ايزا هما بيلتقطوا الصور سيلفز اللي هي الصور السيلفي سوها ما بتعملش يبقى فيديو كول مكالمة فيديو لكن هي فقط تتحدث الى صديقة مسر عثمان بعمله في التليفون بتاعه بشاحن التليفون يبقى هيشحن التليفون اجهزة الكمبيوتر والموبايلات دي امثلة او نمازج ايه؟ للتكنولوجيا المهم ان ايه؟ انك تبقى امن على الانترنت وستي معناها يبقى اسئلة يونوت 5 بيقول لي هو مبنى قوي وكبير من الماضي يبقى يكون كسل اللي هي معناها قلعة ادولفين اذا فريندلي اسبيس انيمال بيقول لي سمكة الدولفين هي سمكة سي انيمال سمكة بحرية بتاعش في البحر وفريندلي ودودة اسبيس اسامتينج يوباي ترميمبر اهوليدي بيقول لي هي حاجة انت بتشتريها عشان تتذكر الاجازة يبقى سوفونير اللي معناها هدية تسكارية بيقول لي هزي الكلمة معناها انك بتنام لمدة من الوقت في خيمة بيقول لي كان يوجد نقاط جميل للمدينة من الاعلى يبقى منظر للمدينة من الاعلى بيج ثيرتي صفحة ثلاثين ويبتبدأ باسئلة يونيت سيكس الاسئلة اللي عن واحدة الست يو كان بويل ووتر بيقول لي انت تستطيع انك تغلي الماء ان اسبيس في عن السوس بان اللي هي الطاصر اسبيس اس اس نوت اكوكنج فارد بيقول لي هو ليس فعل خاص بالطبخ طب لو بصلنا في الافعال اللي عندي هنا ادي يضيف استير يقلب بويل يغلي التاتة دولة اللي خاصين بالكوكنج او بالطبخ يبقى هي الاجابة بلاي يلعب لان ده ليس فعل خاص بالطبخ بيقول لي الحاجة اللي دايما انا بتتذكرها هي السمك والقرز يبقى ازا دي ميل اللي هي الواجبة بيقول لي لا يجب انك تأكل هايزين المقرمشات بيكون دي ارز بيس لان هي هتكون غير صحية انهيلثي فوز يتنك ذات فوز بيعتقد بودنج از ايزي ان نقطة للارز باللبن يكون سهل يبقى اليا ريسبي اللي هي وصفة الارز باللبن بقى كده عندك بردو بيج ثيرتي صفحة ثلاثين بس المرة دي بقى اسئلة على استراكة شارز والقواعد والتراكيب اللي خاصة عندك في المنهج كل واحدة الكتاب جايب لك مجمع لك اسئلة من السيدون بوك والورك بوك كتاب الشارح المدرسة وكتاب التدريبات عشر جمل على كل يونت على كل واحدة بيقول لي هزي حقيبتها طبعا هنا عايز ضمير ملكية غير مدبوع باسم عايز اقول هي ملكها بس ما فيش اسم يبقى هيرز بقول لي والدينا فخورين بمين طيب احنا عارفين اللي بعدها ضمير مفعول يبقى اس بينا نحن لان عنده والدينا كل دوا بيجي على الضمير وي نحن في المفعول باسمها اس عارفتها منين من والدينا بيقول لي القي الكرة الى مين طب لسا ايه الحرف الجربي بيعده ضمير مفعول باركاه لي انا و اي في الابجكت او في المفعول باسمها مي بليز ايام ويتنج من فضلك انا منتظر بيقول لي الجد هيصل الساعة خمسة هيا بينا نذهب لكي نقابله دوان يعتبر كانه هي وهي هنا في الابجكت في المفعول بيبقى اسمها هيم تبعرفت منين انها ضمير مفعول لان عند الفيار بفعل والفعل بيجي بعد منه ضمير الابجكت او ضمير المفعول ساقف للاعبة كرة القدم دوان فوتبول بليارز دول جامع بيعتبر كأنهم ذي هم عايز هنا بقى بيقول لي اسبس بليد فير والهم يبقى هنا في فير بفعل والفعل بيجي قابله منه ضمير فاعل يبقى اذا ضمير الفاعل بتاع لاعب كرة القدم هيكون ذي هم هم يلعبون بطريقة جيدة هايدي اسبس with her grandfather بيقول لي هايدي تعيش معها جدها طبعا دوان زمان مدارع بسيط وهيدي فاعل مفرد بقى ندفل الفاعل اس يبقى ليه في الزاق هاني اسبس باسكتبول هاني نقاط كرة السلة طبعا عندي فيرب هنا فاعل هنشوف الزمن المناسب له بيلعابه كل يوم بدام كل يوم دا تقراري بقى زمن بريزن سيمبل مدارع بسيط وما يكون الفاعل مفرد في زمن مدارع بسيط بندفل الفاعل اس يبقى الإجابة لها في الزاق what is best you listen to on the radio انت بتستمع لايه في الراديو قالوا تو ميوزيك الى الموسيق طب هنا قادة استفهام هيجي بعدها فاعل مساعد طيب عندي هنا listen verb في الانفينيتف واللي بيجي قبل الانفينيتف الفاعل مساعد do او does حسب بقى الفاعل لو الفاعل جمع هنا you جمع هيبقى هيكون do they live in port side هما بيعشوا في مدينة بورس عيد we spend them in the summer هيقول لي احنا هنزورهم في الصيف وفاعل جمع يبقى زمن بريزن سيمبل مدارع بسيط يبقى visit لان دا يعتبرت اقرار hide is aunt يعني عمت هيدي او خلتها is this one to hide to stay in the mountains طيب هنا عايز نفي بيقول لي لم تريد لان كلهم اخرهم not ولا بقى اخرهم ان من الاصطوفتي يبقى ازا هو عايز نفي يبقى عمت هيدي او خلتها ما كانتش عايزة هيدي انها تقيم في الجبال طيب دي مفرد يبقى ازا هتكون doesn't طيب ليه مش خدنا isn't لان ندر برضو مع المفرد عشان جاي بعدها فربي في الانفينتف اللي هو ودو عن doesn't بيبقى فربي في الانفينتف بس مدام الفعل مفرد يبقى هنجيب doesn't عندها صفحة 31 وده بقى الاسئلة الخاصة ب unit 2 عايز ظرف من ظروف التقرار طيب هل احنا بنذهب للمدرسة يوم الجمعة طبعا لا يبقى نفر هي الانسب احنا ابلا ما بنذهبش الى المدرسة في يوم الجمعة it is very hot in summer طيب هنا برضو عايز ظروف من ظروف التقرار يبقى الانسب واحد هنا usually هي عادة بيكون عادة حار في الصيف what are you very good طب good بيك بعد احض في جراءات بقول لي انت جيد في ايه amiris is here homework after dinner ان اميرة بتعمل ايه الوجب بتاعها بعد العشاء طبعا never او ظروف التقرار بتيجي قبل الفعل الاساسي بقى تكون الاجابة never does after dinner طب ايجوالي بتدل على زمان present simple المدارع البسيط يعني i هتاخد ايه have انا عادة بياخد shower she is best breakfast with her family طيب انا عندي هنا برضو ظروف التقرار مع الفعل has طيب ظروف التقرار بتيجي قبل الفعل الاساسي هنا طبعا هاز فالاسم معناها هي تناول بها تناول الافطار بتاعه بقول ظروف التقرار بتيجي قبل الفعل الاساسي يبقى يجوالي هاز this is this base room عايز اقول هذه حجرة المدرسين يبقى بجيب الاسم الجامع وبعد منه بعمل الابستروفي بعد اس الجامع يبقى it's is base هذه نقطة عايز اقول هذه كراسة هودا بجيب الاول الاسم وبعد ابستروفي اس وبعدين الشيء المملك يبقى الاجابة who does not book كراسة هودا is this basic case is this اللي في الاجابة it's no has ده ملك نوها لان هنا ابستروفي اس ملكية يبقى عايز ادات للسفهام who's milkman او من هذه المقلمة we is this unkind things to other students بقول هنا يقول اشياء غير طيبة للطلاب الاخرين يبقى احنا ابدا مش هنقول طبعا هتكون never طبعا ما تنفعش doesn't لان doesn't تجي مع المفرد waiver بتجي في السؤال وارنت ما تنفعش عشان هنا في infinitive عشان ما بيجيش بعدها infantive او فعل في المصدر بعد كده اسئلة unit three اسئلة الواحدة التالتة my best friend is based got short dark hair طبعا انا عندي تركيب اسمه has got و have got مع المفرد اسمه has got he lives in england بيعيش في انجلترا speak english يبقى هو يستطيع كان يستطيع ان هو speak english يتحدث الوال انجليزي مصطفى love is based art at school مصطفى بيحب ايه like بيجيب بعدها في فيرب ايه نجيب does your father is based traveling to where يبقى لازم ان تكون like هل والدك بيحب السفر الى العمل او الذهاب الى العمل بنكمل بيج ثرد تو صفحة اثنين وثلاثين i is based pick up that box my arms are weak بيقولي هنا بدام زراعية ويك ضعيفة يبقى اذا انا لن استطيع ان انا على طاقة هذا الصندوق يبقى i can't he is very good هو جيت فيه يبقى دروانج جيت فيه الرسم باسل can not run باسل مبادر الشيكري اكمل عشان اشوف he is fast in his wheelchair هو سريع في الدراجة المتحركة بتاعته تناقض كنترست بنجيب but لكن بطبعا بطلب الجملتين بدهم تناقض فيه المعنى i am quite short انا قصر الى حد ما is best dark hair وليه شعر غامي يبقى with بشعر غامي او مع شعر غامي اسامة like playing football basketball is best tennis هنا بقى بيعطف حاجات على بعض بيقولي اسامة بيحب لاعب بكلة القدم وكلة السلة يبقى and لان ده حاجات معطوفة والتنس فوزي فوزي حمد دوان فعال جمع اتنين يبقى ده من فعال جمع يبقى بيجي الفربة في الانفينيتف يبقى love painting اسئلة unit 4 الواحدة الرابعة there is a mouse is best the laptop on the teacher's desk على مكتب المدرس next ما تنفعش ان لازم ان يجي بعدها to in front of ما تنفعش عشان ان لازم ان يجي بعدها of from طيب الاجابة هتكون near بالقرب من is this there a mouse قال في الاجابة yes there is بدان في الاجابة yes there is يبقى اذا هتجي في السؤال is there a mouse هل يوجد mouse are you wearing brown shoes هل انت لابس حزاء بني قال في الاجابة yes i طيب نخلي بالنا ان مباجئ جوجيه تتحول ل i ويبيتاخد am بقى الاجابة هتكون yes i am to make a cup of tea عشان تصنع كوب من الشاي is there some water in a kettle and boil it بيقول لي ضع بعض من الماء يبقى هنا نخلي بالنا imperative فعل امر يعني الفعل هتكون في ال infinitive او في المصدر التصف في الاجابة لا فعل يبقى ضع بعضا من الماء في الكتل في الغلية واغليها is there to people you don't know online هنا عايز بقى نفي الامر بقوله ما تعملش وما تعملش او لا تفعل بتكون don't don't talk to people ما تتكلمش مع الناس اللي انت ما تعرفهمش على الانترنت to make a video call عشان تعمل مكالمة فيديو كل دوان افعال imperative افعال امر يعني الفعل فيه التصف الاول turn your tablet on شغل التابلت بتاعك is he is best football اللي في الاجابة no he isn't مدام جايت is ويجي ده زمن مدرع مستمر هايجي بعدها verb is he playing هتلاقي الverb لازم ان يكون فيه ing my friend عمر صديقه عمر is best his homework now عند كلمة now الان يبقى present continuous مدرع مستمر وفي الزمن مدرع مستمر بنجيب is يبقى هو بيتبع الواجب بتاعه او العمل بتاعه الان there are some laptops but there aren't is best tablets طبعا ما يجملة تانية aren't لا يوجد وفي حالة نفي بنجيب any يبقى لا يوجد اي تابلت i am playing chess online ابلعب شطرنج على الانترنت i am is best at the moment فعندي at the moment في هذه اللحظة يبقى زمن present continuous مدرع مستمر وفي المدرع مستمر بنجيب يبقى انا افز الان في هذه اللحظة بعد كده صفحة ثلاثة وثلاثين ودينا على unit 5 last week i is best from Cairo to Aswan هنا last week زمن ماضي بسيط بقول هنا الاسبوع الماضي اذا هيكون الفرب في الفعل في التلصف الثاني i traveled عندما كان عندي ثمان سنين where is best to Siwa طبعا هنا برضو بتكلم عن الماضي يبقى عندما كنت يبقى اذا هختار جملة في الماضي البسيط يبقى we went نحن ذهبنا هذا تلصف ثاني نحن ذهبنا الى Siwa near our house بالقرب من منزلنا there is best a busy market يبقى اقول there was كان يوغل لاني جايب بعدها اسم مفرد اللي هو a busy market كلمة سوق مزدعي where is best you go on holiday last year عندي هنا last year العام الماضي بتدل على زمن past simple او زمن الماضي البسيط يبقى انا هنا بيحتاج فعل المساعد والفعل المساعد بتاع الماضي البسيط هو dead خصوصا نجاي بعده في الفعل في الماضي الماضي البسيط الكتار نقاط القاهرة at eight o'clock and soon we based جيزة هنا هتلاحظ الجملة التانية بيقول لي احنا عبرنا او مرينا الى الجيزة زي من الماضي البسيط يبقى الماضي البسيط الماضي البسيط يبقى الكتار غادرة فعله في التصريف الثاني left did you space a mountain طبعا دبقى بعدها الفيرب في الانفينيط في التصريف الاول بقى climb هل انت تسلقت الجبل what time ما الوقت is best you go to sleep last night طبعا اداة استفهم what time يبقى هيجي بعدها فعل مساعد انا عندنا last night ليلة امس زي من الماضي بسيط يبقى الفعل المساعد هيكون did i is best english and had already great holiday at the same time لو تلاحظ هنا ان تكملت الجملة بقول لي had فعله في التصريف الثاني وانا قضيت اجازة رائعة في نفس الوقت يبقى ازلا انا نتكلم على past زي من الماضي يبقى انا عند الفعل learn تعلمته تعلمته انجليزية ومقادرة اجازة سعيدة my father bought our tickets at ramses station ابي اشترى تذكر لنا من محطة ramses then we is based on the train طبعا هنا بكل ده بتكلم على الماضي bought تصريف ثاني اشترى يبقى بتكلم على الماضي يبقى يكون الفرب في التصريف الثاني في past we got on the train احنا ركبنا في القطاع which listen did you space before english اي مادة او اي حصة انت بتاخدها قبل حصة الانجليزية طيب هنا احنا عندي بعد الفرب في الانفينيتف يعني في الفعل في التصريف الاول بدون اضافات هيكون هنا have بعد كده exercises الخاصة بيونت 6 الواحدة الستة let's go to the shops هيا بنا نذهب الى المحلات there's best time before our train leaves لانه يوجد عندنا وقت نوقت قبل ما الكتار يغادر يبقى عندنا وقت كفية عشان كده هنذهب الى المحلات يبقى enough time enough معناها كافي there's best fix بقوله يوجد teen طب fix دي اسم جمع بدن fix جمع اللي هي teen يبقى انا عايز حاجة يكون فيها R طيب نبص هنا عند التالت يقول فيهم R R N ما ينفعش لان N ما بيجيش مع الجملة المثبتة ما بيجيش مع R R N تنفع ليه لان N بيجي مع الجملة المنفية يبقى الاجابة R N تبحد يقول ليه ليه مش R N لانه صامة لانه صامة بيجيش مع الجملة المنفية we's best eat نحن نقاط ده اكل الكثير من المكرمشات هل هنا بقى نحن ينبغي ولا يجب طب نكمل عشان نعرف قال لي they have too much salt and fat هم بيحتووا المكرمشات دي هم بتحتوى على الكثير من الملح والدهون لبقى اذا نحن لا ينبغي shouldn't كريم كريم احنا عارفين ان زمن مدارع بسيط وعند الفرب هنا have have مع الجامعة وهاز مع المفرد ده فعلي كده ما بتضفش له is يبقى اذا كريم بيتناول وجبة خفيفة يبقى has لان كريم طبعا مفرد is there any hummus no there isn't فقال لي هنا في الاجابة no there isn't يبقى اذا بتكلم عليها المفرد يبقى السؤال هيكون ايه يبقى هل يوجد اي حمص قالوا لا لا يوجد page 34 صفحة 34 there are a space of rice pudding recipes online يبقى يوجد الكثير من وصفات الارز بلبن على الانترنت يبقى الكثير من اسمها a lot of طبعا الوت بيجي بعدها of لكن any much طبعا احنا عارفين انها a lot of معناها كثير من وبيجي بعدها of لكن any much ما بيجي بعدهم of the source pan is very hot سخنة جدا you shouldn't space it ان يبقى لا يجب انك تلمسها touch ايه لان shouldn't في الفعل في التصريف الاول بدون اضافات لو ما اصدر الفعل there is based cheese بقى ليوجد نقط من الجبن on the table فوق الترابيزة طبعا التشيز دي اللي هي الجبن ده اسم uncountable اسم غير معدود بتعمل معاملة المفرد فبياخد صام قبلها لكن طبعا ما يجيش any عشان ديم الجبنة مش منفية وقالوت ما يجيش عشان ما فيش off ومن يبتجي مع الاسماء الجامعة المعدودة have we got هل نحن سنتناول is this rice to make نقط من الارز علشان نعمل كشري rice زي هزي cheese اللي هي الارز اسماء غير معدودة uncountable nouns وبتتعامل معاملة المفرد هنا هقول بقى هل احنا هنتناول ارز كافي عشان نعمل كشري طبعا ميني وتوميني ما يجيش مع الارز مع الارز لان الاتنين دولان بيجوا مع مين مع الاسماء الجامعة المعدودة وكلمة allot مش هاختراع عشان ما فيش بعدها of احنا نقط ناكل الكسير من الارز طب هل هنا بقى نحن سينبغي ولا لا ينبغي طب نكمل عشان نعرف قالوا it doesn't have a lot of fat in it هو لا يحتوي على كسير من الدهون فيه لابن نحن لا ينبغي نوى ناكله علشان ما فيوش دهون كتير we should بعد كده عدنا بيج 34 صفحة 34 وده عبارة عن اسئلة التركيبات والجرامر على كل units على كل وحدات المنى unit 1 does you play chess قالوا في الاجابة yes i do طبعا انا عايز فعلي مساعد وفي الاجابة في do يبقى بادم دو جاء في الاجابة يبقى هتجي في السؤال يبقى دو لاني بستخدمها مع الجامع و you i في زمن المضاهر بتعمل معاملة الجامع i doesn't listen to music لسه ايل ان you بتعمل معاملة الجامع بيقى في النافية هتكون don't don't what is here hoops هنا بقى مش هستخدم does لاني مفيش في infinitive مفيش فعالة في المنصر بعدها يبقى هنا على طول is or are طب هوبز ده الهوايات اسم جامع يبقى what are here hoops ما هوايتها سليم don't play طب سليم ده مفرد يبقى النفية بتاعها هيكون doesn't طبعا لسه ايل ان doesn't بستخدمها لازم يكون بعدها في الانفنت في بقى سليم ما بيلعبش تنس اسئلة unit 2 الوحدة التانية this is a Alice phone it's new ده تليفون علي وجديد عايز اقول تليفون علي يبقى هنا هاعمل ابو الصوفي اسم ملكيه يبقى علي وادب بعدها ابو الصوفي اسم عليز we always work to school احنا دايما بنمشي الى المدرسة my dad and mom drives us to school والدي ووالدتي بيوصلونا بالسيارة الى المدرسة بدان بيسؤول العربية بيوصلونا بالمدرسة يبقى احنا ما بنمشيش يبقى always هتكون never ابدا لا نذهب الى المدرسة او لا نمشي الى المدرسة عندي هنا في ايام الخميس وايام السفت يبقى ده تعتبر تكرار يبقى زيام المدارعة بسيط والفعل هنا مفرد والفعل بنتيب او يبقى ندفل الفعل اس يبقى جوز بدينة بتذهب الى السباحة في ايام الخميس والسبت those are my brothers jackets يبقى اللي دي الجاكتات بتاعة اخواتي لابا كامل عشناه فقال they go to the same school هم بيذهبوا الى نفس المدرسة يبقى اذا هم جامع يبقى هيكون brothers يبقى جاكتات اخواتي السبيون يبقى هنجيب brothers اهي الاس بتاعة الجامع واضف الابو السطوف بعد اس الجامع بقول brothers jackets اللي هي جاكتات اخواتي بعد كده 35 صفحة 35 بتبدأ بيونت 3 اللي هي الواحدة التالتة مجدى don't like swim طبعا مجدى مفرد يبقى ايزان هيكون doesn't في حالة المفرد وطبعا بعدها الفيرب في الانفينيتف اللي هو هنا like مبتحبش السباح I can pick up that box والهنا انا اصدقى انا على طاقة هزا السندوق اللي بعدها my arms are weak زراعية ضعيفة زراع ضعيف او الازرع ضعيفة يبقى اذا انا لا اصدقى يبقى كانها كانت كانت مصطفى لغز playing football بيقول ليه مصطفى هنا بيحب اللي هاب بيقولة القدم لكن هو ما بيحبش play tennis انا عندي لغف لا يحب بيقى بعدها verb وing الفيلا دفلو ing كذا like زيها او don't like او doesn't like يقى بعدها verb وing يبقى لي قاعد تكون playing all my brothers and sisters have got dark kelly hair طبعا عندي تعبير اسمه have got لديه او عنده يبقى have تاخد بيجى بعدها got بقى كده يوند 4 الواحدة الرابعة if there are any printers طبعا بدام في اسم جامعة بيبقى اسمها are there هل يوجد طبعا مع جامعة are هل يوجد اي طابعات grammar is read a book بيقول لي جديد بتقرأ الكتاب بدام جاي اسبك بعدها verb وing لو زمن present continuous المدارع المستمر يبقى الاجابة هتكون reading mom and my sister make a cake now عند كلمة now الان بيقول لي مامتي واختي بيصنعه كيكا الان بدام الان يبقى زمن present continuous مدارع مستمر يعني اذا بتكون من am او is او r طب بالفعل هنا mom and my sister امي واختي ده فعل جامعة يبقى هناخد r وبعد هضف للverb ing مع ملاحظة لما يكون الفعل بنتهي ب e بقى احزف e اما هضف ing there isn't any tablets انا عندي tablets ده اسم جامعة يبقى ييجي قبلها r وعشان النفية هيكون aren't لان هو عايزه جملة منفية يبقى لا يوجد there aren't any tablets اي tablet unit five الواحدة الخمسة ولكن عندنا الجامعة بتاعها خاصة بالpast symbol الموضر البسيط where did you stayed طبعا عندد بيجي بعدها الverb في الانفينيتف لازم ان الفعل في الموضر او التصرف الاول بدون اضافات يبقى share the ad يبقى stay اين انت اقامت we played games and علي rides his bike طب هنا الجملة الاولانية played في الماضي تصرف تاني بقول احنا لعبنا games علي rides his bike علي يركب دراجة لان انا بتكلم على الماضي انا عايز جملتين يكونوا في الماضي عشان هنا اني بتعطف جملتين على بعض يبقى تكون pass او التصرف التاني بتاع ride road يعني ركبها دراجة او كادة دراجة what did you ate for dinner last night انا عندي هنا last بتدل على زمن الماضي ليلة امس او الليلة الماضية طبعا last بتدل على الماضي وكبان date بتدل على الماضي بس date يجي بعدها verbi في الفعل في المصدر يبقى ات هنتحول لات they don't travel by car هما بيسافرش بالسيارة they walked هما بيمشهم لو لو حس في الجملة التانية قالوا they walked هم ماشوا جملة في past في زمن الماضي past simple الماضي البسيط يبقى اذا هيكون عند النفي في الماضي البسيط يبقى didn't they didn't travel by car هم لم يسافروا بالسيارة ولكنهم ماشوا بقى عندنا unit 6 this cake is very sweet there's too many sugar in it والفي هذه الكيكة او الترطة فيها سكر كتير طب كلمة sugar اللي هو السكر اسم uncountable اسم غير معدود بتعمل معاملة المفرد يبقى يجي قبلها much مايجيش قبلها many لان منني بتجي قبل الاسماء الجامعة المعدودة يبقى هنا يوجد فيها الكسر من السكر much sugar are there some tomatoes in the fridge انا عندي هنا سؤال وبنستلم في السؤال كلمة any هل يوجد اي طماطم في السلاجة honey should eat snacks in the classroom honey ينبغني ويأكل واجبات خفيفة في الفص طبعا لا ينبغي يبقى هتكون الاجابة shouldn't there are too much people in the market today بقوله يوجد الكسر من الناس في السوق هذا اليوم عندي كلمة people اللي هي الناس ده اسم جمع واللي بيجي قبل الجمع هو كلمة many مش ماتشي بقى يبقى many people الكسر من الناس موسيقى